سؤال آخر ما نصيحتك للشباب في موضوعات العلمية التي يجب الاعتناء بها أكثر من غيره والله حقيقة هذا الأمر يعتمد على رغبات الناس في لقاء أول أمس مع بعض الإخوة كان الموضوع حديثا حول العلم وأهميته في الإسلام وأهمية العلم ومراتبه في الإسلام فالعلم الذي يتعلمه الإسلام يمكن الإخوة أن يعودوا إلى هذه الكلمة فهي مبثوثة في الصفحات وفي اليوتيوب فتحدثت فيها عن العلم وعن أهميته وعن مراتبه في الإسلام بحيث إن الإسلام لم يفرض على الناس علما معينا يتعلمونه إلا ما كان لا تصح عبادتهم إلا به أو معاملاتهم فهناك علم عيني لا يعذر المسلم بجهله لا بد أن يتعلم المسلم أحكام عباداته التي يصلي بها ويصوم كذا إذا كان له مال لا بد أن يتعلم أحكام الزكاة إذا كان له رصيد يمكنه من الحج لا بد أن يتعلم أحكام الحج إذا أرد أن يتزوج لا بد أن يعلم أحكام الزواج يجب شرعا عليه أن يتعلم أحكام الزواج إذا أرد أن يطلق يجب أن يكون أيضا عالما بأحكام الطلاق وأحصل عدة كما قال الله تعالى وهكذا فيما عدا هذا العلم العيني الواجب في حق كل مسلم المعتقد أيضا واجب فاعلم أنه لا إله إلا الله ما عدا هذا فهناك ما يسمى عند العلماء بالفرض الكفائي فالعلوم كلها آنئذ بعد هذا المستوى علوم كفائية بمعنى أن الأمة مخاطبة بها ويقوم مجموعة من كل فئة كما قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ففئة تمضي في اتجاه تعلم الفقه وفئة تمضي في اتجاه تعلم الطب وفئة في اتجاه الهندسة وفئة في اتجاه السياسة وفئة في اتجاه القانون وهكذا فكل ينظر حسب ميولاته لكن لا بد من هذا القدر الذي يكون فرضا عينيا على المسلم بأن يحفظ أجزاء من القرآن يصلي بها وأن يعرف الأحكام التي بها يستطيع أن يؤدي عبادته بارك الله فيكم شيخنا الكريم ويزنكم الله خيرا ونفع بكم الأمة إن شاء الله تعالى ننتميش لكم الدعاء أن بارك الله فيكم نأتينا به إن شاء الله تعالى إن شاء الله سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نصفرك ونتوب إليك أعملنا سوء وظلمنا أنفسنا فاغفرنا فإنه ليغفر الذنوب إلا أنت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتجاوز عنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا تقبل منا الصلاة والصيام والقيام واحشرنا في زمرة خير الأنام نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا جميعا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا ولا تأخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفاء منا اللهم إنا نسألك في هذه الليالي المباركات نسألك اللهم أن تجعلنا من عتقاء شهر رمضان اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأهلين وأحبابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين الله مرفع عن هذا البلاء والوباء عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة وعن العالمي أجمع برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين ومتابعون بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين